البرح في المجلس الوطني التأسيسي اتهم عبد الروف العيدي رئيس حركة وفاء المحامي لزر العاكرمي بأنه يتعامل مع المخابرات الأجنبية على خلفية تصريحه أن حركة نداء تونس حصلت على معلومات من أصدقاء لها بالخارج مفادها أنه الباجي قيد السبسي مهدد بالاغتيال هذا كان رد لزر العاكرمي هو مقراش ومسمعش وقال مخابرات أنا ما قلتش مخابرات ولا جينا على ذكر المخابرات واثنين نحب نقولك حاجة عبد الروف العيدي نعرفه من عشرين عام أنا أغلب المحامين وكنا أصدقاء وعبد الروفي كابر ما يحبش يمشي يرتاح في الرازي لأنه أغلب المحامين يعرفوا يقولوا روف حالته صعيبة وراوف تاعب وصارت له مشاكل كبيرة الله يلطف به والله يشفيه والكلم اللي قالوا ما نجمشي رد عنيه لأنه غالط احنا مذكرناش لمخابرات لثم مخابرات هو مهلوس يدور ويحكي كان على المخابرات خلنا حكيه على تونس وعلى بلدنا